هذا من أكبر أباب الشيطان على الإنسان تخيل الشيطان يدخل عليك من هذا الباب ويسيطر عليك فانتبه منه فأنه باب مدمر وسبب لهلاكك يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل وقال المصنف اللي هو ابن الجوزي كم قد خطر على قلب يهودي ونصران يحب الإسلام فلا يزال إبليس يثبته ويقول لا تعجل وتمهل في النظر فيسوفه حتى يموت على كفره وكذلك يسوف على العاصب التوبة يقول له يا أخي الله غفور رحيم انتظر لا تتوب الحين أجل التوبة لا تسارع بالخير فيثبتك يخليك تهون إلى تنتقل إلى المعاصي فتنسى أنك تتوب ويقول هل إن ضامن أنك انتحيا بعد هذا التسويفة هل إن ضامن أنك تموت موتة حسنة أو موتة سيئة لا تعلم ذلك قال كم من عازم على الجد شوفه وكم ساعي إلى مقام فضيلة ثبطه قال فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال السريح ساعة أو انتبه العابد في الليل ويصلي فقال له عليك وقت يعني عندك وقت طويل شلو تصلي الحين أخر الصلاة إلين يفوت وقت الصلاة وكذلك الآن الواحد إلى صحة من الفجر يسمع ذان الفجر فقال يخي غف غف شوي يمديك تنام لأخمس دقائق إلين تفوت هالصلاة عابد ما يدري متى يأتيه الأجل فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم يعني شد على نفسه خلاص ما يسوف الأذنب يتوب مباشرة جوك تصراي صلي مباشرة فقال في جملة بديعانا سبب كل تقصير في خير أو ميل إلى شر هو طول الأمل والتسويف وقال بعض السلف أنذركم سوفا فإنها أكبر جنود إبليس نسأل الله عز وجل السلامة من كيد الغرور وفتن الدنيا وشر النفوس إنه قريب المجيب جعلنا الله من أولئك المؤمنين هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر